بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحبكم أبناء الطلاب الصف الثالث تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم أنا أستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة خاصة سعاقة عقلية وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم تصنيف المنتجات حسب النوع إذن درسنا إن شاء الله سوف يكون ترتيب أو تصنيف المنتجات حسب النوع نعرف أولاً التصنيف إذن هو وضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض إذن تصنيف المنتجات حسب النوع سوف نقوم بتصنيف المنتجات حسب النوع ونتعرف على فوائد هذا التصنيف ونقوم بتعريف التصنيف إذن التصنيف أبناء الطلاب هو وضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض ما هي فائدة التصنيف؟ أولا توفير الوقت وكذلك الجهد وتسهيل الحصول على المادة أو أشياء المطلوب وكذلك الحصول على مكان نظيف ومرتب إذن هذه هي فوائد التصنيف إذن التصنيف هو وضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض كما تشاهدون لدي هنا في هذه الطاولة بعض الأشياء وبعض المنتجات سوف نقوم إن شاء الله الآن بتصنيف هذه المنتجات وكذلك نتعرف على فائدة تصنيف هذه المنتجات كما ذكرنا أولا توفير الوقت والجهد وأيضا تسهيل الحصول على المادة المطلوبة وأيضا الحصول على مكان نظيف ومرتب كما تشاهدون لدي هنا في هذه الطاولة سوف نقوم الآن بعملية التصنيف سوف نقوم بعملية التصنيف وكما ذكرنا التصنيف هو وضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض إذن نقوم بعملية التصنيف نقوم بوضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض إذن قمنا بوضع الكتب كما تشاهدون مع بعضها والأكواب مع بعضها البعض وأيضا الأقلام قمنا بترتيبها ووضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض على ماذا حصلنا؟ نذا تشاهدون كيف أصبحت الطاولة الآن أصبح لدي هنا متسع وكذلك الترتيب والنظافة وأيضا توفير الوقت والجهد عندما أريد الحصول على كتاب فإني أجد الكتاب في مجموعة الكتب وكذلك الكوب في مجموعة الأكواب وأيضا الألوان قم بترتيبها للحصول على الأشياء المتشابهة وكذلك كما تشاهدون لدي هنا هذه الملعقة إذن قمنا بتصنيف هذه الأشياء إذن ما هو التصنيف؟ وضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض كما ذكرنا ما هي فوائد التصنيف أولا توفير الوقت والجهد عندما أذهب إلى التسوق فإني شاهد دائما الأشياء المصنفة المواد الغذائية لوحدها وكذلك المواد البلاستيكية لوحدها ومواد النظافة إذن هذا يسمى ماذا؟ تصنيف أحسنتم إذن هذا يسمى ماذا؟ تصنيف إذن فوائد التصنيف أولا توفير الوقت والجهد وأيضا تسهيل الحصول على المادة المطلوبة والحصول على مكان نظيف ومرتب كما تشاهدون أصبح لدينا هذه الطاولة كما تشاهدون بهذا الترتيب وبهذا الشكل في النشاط الأول ابناء الطلاب تصنيف المنتجات حسب النوع ضع علامة صح تحت منتجات اللحوم إذن سوف نقوم بوضع علامة صح تحت منتجات اللحوم فقط إذن سوف نقوم بوضع علامة صح إذن اللحوم تعتبر منتج واحد نصنفها الأشياء المتشابهة اللحوم الأشياء المتشابهة لديه هنا اللحوم نقوم بوضع علامة صح تحت منتج اللحم أو منتجات اللحوم ماذا لديه هنا في هذه الصورة؟ الصورة الأولى أحسنتم لديه هنا الماكرونة إذن لا نقوم بوضع علامة صح ماذا لديه هنا؟ أحسنتم الدجاج إذن يصنف من منتجات اللحوم إذن نقوم بوضع علامة صح لديه هنا ماذا؟ شرائح من اللحم إذن نقوم بوضع علامة صح لماذا أن هذا من منتجات اللحم؟ الأسماك أيضا من منتجات اللحوم وتسمى اللحوم البيضاء وهنا لديه اللحوم الحمراء إذن لديه هنا ثلاثة منتجات من اللحوم قمنا بوضع علامة صح تحت منتجات ماذا؟ المطلوب هنا منتجات اللحوم إذن في هذا النشاط المطلوب ضع علامة صح تحت منتجات اللحوم قمنا بوضع علامة صح تحت هذا المنتج لماذا؟ الدجاج من المنتجات ماذا؟ اللحوم أحسنتم وكذلك لديه هنا شرائح اللحم قمنا أيضا بوضع علامة صح وأيضا لديه الأسماك وهي من منتجات اللحوم أيضا نقوم بوضع علامة صح تحت هذه المنتجات إذن تعرفنا في هذا النشاط على منتجات اللحوم وكذلك تصنيف هذه المنتجات لديه هنا ابناء الطلاب صور لبعض المنتجات فنقوم بالتعرف على هذه الصور وهذه المنتجات ماذا لديه في هذه الصورة؟ منتجات ماذا؟ أحسنت منتجات اللحوم إذن نقوم بوضع هذه المنتجات مع بعضها البعض كما ذكرنا في النشاط الأول وأيضا ما لديه هنا؟ لدي منتجات العصير نقوم بوضعها أيضا وتصنيفها مع بعضها البعض إذن وضع الأشياء المتشابهة كما تشاهدون قمنا هنا بوضع العصيرات مع بعضها البعض وأيضا لديه هنا في هذه الصورة منتجات ماذا؟ الأجبان أحسنتم إذن قمنا بوضع الأجبان مع بعضها البعض وفي الصورة الأخيرة لديه هنا منتجات الحليب أو الألبان أيضا نقوم بوضعها مع بعضها البعض وتصنيف هذه المنتجات مع بعضها البعض في النشاط الثاني ضع علامة صح تحت منتجات الألبان فنقوم بوضع علامة صح تحت منتجات ماذا؟ الألبان ماذا لديه في هذه الصور؟ لديه منتجات ألبان وكذلك منتجات العصير المطلوب نضع علامة صح تحت منتجات الألبان لديه هنا منتجات الألبان وكذلك منتجات العصير أو منتج العصير إذن مطلوب في هذا النشاط ضع علامة صح تحت منتجات الألبان أحسنتم تحت منتجات الألبان أين نجد الألبان في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية أحسنتم إذن نجد هذه هي منتجات الألبان نقوم بوضع علامة صح تحت هذا المنتج إذن قمنا بوضع علامة صح تحت منتج الألبان لديه هنا منتج ماذا؟ العصير المطلوب كما ذكرنا هو منتجات الألبان نقوم بوضع ألامة صح تحت منتجات الألبان إذن كان هذا هو النشاط الثاني في هذا النشاط من الطلاب صيل المنتجات المتشابهة صيل المنتجات المتشابهة ماذا لديه هنا في هذه الصورة نتعرف على هذه المنتجات ومن ثم نقوم بتصيل هذه المنتجات مع المنتج المشابه لها ماذا لديه هنا منتج ماذا أحسنتم منتج العصير ولديه هنا أيضا منتجات الحليب أو الألبان ماذا تشاهدون هنا منتج ماذا أحسنتم منتج الحليب ولديه هنا منتج العصير إذن نقوم بتوصيل هذه الأشياء المتشابهة ونصنفها مع بعضها البعض إذن منتج العصير أقوم بإيصاله بماذا أحسنتم بمنتج العصير كما تشاهدون ومنتجات الألبان أو الحليب قوم بإيصالها أيضاً للمنتج المشابه لها إذن هذه هي المنتجات تعرف من أبناء الطلاف في هذا النشاط على المنتجات وكذلك قمنا بإيصالها بالمنتج المشابه لها النشاط الثالث صل ما بين ثلاجة ألبان والمنتجات المناسبة لها عندما أذهب للتسوق فأني دائماً أشاهد هذه الثلاجة وهذه النوع من الثلاجة قدر هنا ماذا؟ ثلاجة ماذا؟ الأجبان كما تشاهدون في الصورة نضع الأجبان والأشياء المتشابهة مع بعضها البعض في هذه الثلاجة كما تشاهدون ماذا تحوي هذه الثلاجة؟ على منتجات ماذا؟ منتجات الأجبان ماذا لدي في الصورة الأولى هنا؟ منتجات اللحوم هل أقوم بوضع هذا المنتج في هذه الثلاجة؟ أحسنتم لا لماذا؟ لأنه لدي هنا منتجات اللحوم أقوم بوضعها في ثلاجة اللحوم الصورة الثانية ماذا لدي هنا؟ منتجات ماذا؟ أحسنتم الأجبان إذن أقوم بوضعها في منتجات الأجبان إذن نصل ما بين ثلاجة الأجبان والمنتجات المناسبة لها إذن هذه الأجبان نستطيع أن نضعها في هذه الثلاجة وأيضا لدي هنا كما تشاهدون شرائح الجبن هل أستطيع أن نضعها في هذه الثلاجة؟ نعم أحسنتم لماذا؟ لأنها نوع من أنواع الأجبان وكما ذكرنا نضع الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض وكما ذكرنا لدي هنا منتجات اللحوم نقوم بوضعها في ماذا؟ في ثلاجة اللحوم إذن لا نصنف اللحوم من منتجات الأجبان نقوم بوضع هذا المنتج في ثلاجة خاصة بها ونصنفها في ثلاجة خاصة بها الأجبان أستطيع أن نضعها في هذه الثلاجة أحسنتم إذن هذه من منتجات الأجبان أستطيع أن نضع هذا المنتج في هذه الثلاجة وأيضا شرائح الجبن كما تشاهدون أستطيع أن نضعها في هذه الثلاجة لنتعرفنا بني الطلاب على نوع المنتجات التي أمامنا وقمنا بتصنيف هذه المنتجات وفي الختام أشكركم بني الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر